محمود اللقطة الأولى معك اللقطة الأولى اللي معايا هي لقطة متكررة ولكن اللي كانت مفاجأة فيها شوية أن وثامة أبو علي اللي تكلمنا عليه كتير جدا واتكلمنا أنه قوي جدا في الضغط هو السبب من الأسباب الرئيسية في طرد محمد الشيبي مش حسيني الشحات بس وثامة أبو علي بيجمع ما بين حاجتين كنا دايما بنتكلم من يقول أن وليد أزارو واحد من أفضل المهاجمين اللي جوا من نادي الأهلي عشان خاطر وليد أزارو مزعج وبيتحرك كتير وبيعمل فوضى في التلت الأخير وبيجري كتير فوضى للمدفعين طبعا آه ولكن وثامة أبو علي أعلى من وليد أزارو عشان حاجة واحدة بس غير أنه بيضغط كويس وبيضغط صح الراجل كمان بيهدف وتعالى نشوف بعض اللقطات وبعد كده نشوف ليه وثامة أبو علي كان من اللعيبة اللي ليها سبب في طرد الشيبي طبعا دينا الكرة الأولانية هي حسيني الشحات عاوزك تبص على بص على وثامة أبو علي لو نرجع الكرة اللي فاتت دي سريعا كده أول ما الكرة هتروح لحسيني الشحات وحسيني الشحات هيحاول أنه هو رأس أحمد توفيق حاوزك تفرج على وثامة أبو علي والتحركات وما بيتحركش بيقطاش على القريبة وعلى البعيدة وعلى أي حاجة دايما هنا على فكرة حسيني الشحات عمل الكرة بص هو تحرك صح وثامة أبو علي نكمل بقى الكرة بعد ما حسيني تنزل الكرة هو نفس الهدف الأول اللي جابه النادي الآدي في المطش اللي فات بس المرة دي وحسيني الشحات هو للعباء المرة رغم أنه أبو علي تحرك لجول نشوف الكرة اللي بعدها أدي الكرة الأولان ايه تعالى بقى نتكلم على الضغط وقوة الضغط بتاعته وهنا الكرة تلعبت علي دخل وثامة أبو علي حاول يحط جسمه تفوق عليه أحمد سامي يسيبه لا مش هسيبه يفضل يجري وراءه لغاية لما الكرة بسبب ضغطه عليه ترجع تاني النادي لأهلي طب هو بس لا هتحرك على طول في المساحة وهاجم المساحة ودي كرة كمان كانت راحة خطرة ولكن سبق ساعته أحمد سامي كرة اللي بعدها نفس الكلام بص قوة الضغط مزعج لأي فرقة بتلاعب النادي الأهلي بص خد الكرة تاني حاول الكرة النادي الأهلي هجمة مرتدة وكانت ممكن يبقى أفضل من كده ولكن إمام عشور خد الكرة وطلعت الكرة قوت فاحنا بنتكلم على الراجل بين اللعب كله للنادي الأهلي وهوريك اللقطة اللي بقولك عليها تعال بص برضو هنا كريم شوف وسامي أبو علي فين بره اللعب تماما يضغط على مهند لاشين وقام جايب قوتنات طول المطش وسامي أبو علي بيضغط على النادي الأهلي تعال بقى كريم هوريك اللقطة بتاعت محمد الشيبي واللي حصل فيها بالزبط هنا كريم في وقت طلع الكرة مين بيجري وسامي أبو علي آه دي كرة اللي قبلها بص مش هيسيب الكرة بعيدة عنه وفي اتنين مساكين الرجل يخش ويقاوح ورغم كده الرجل على طول مزاج هدف بقى والطرد اللي جيه للشيبي اللي كان نقطة مهمة جدا وفرقة مع النادي لان هنا أول ما بيراميدز الكرة تقطع منه ومرانا عطيه لسه ما كان إسلام بيكلم عليه مين اللي قطع الكرة دي؟ وسامي أبو علي تعال بقى نشوف بعد مرانا عطيه بيضغط بص وسامي أبو علي فين آه وسامي أبو علي تحرك في المساحة خد الكرة لقى بالكرة لمحمد مجدي أفشا محمد مجدي أفشا هيسلم على طول الكرة المين لحسين الشيحات عشان يحسن الطرد لولا التكملة لو نرجع لللقطة دي بس الأول لولا التكملة اللي هو عملها ما كانتش النادي الآلي كله بدأ يتحول للحطة اللي قدام لو نرجع بس من قبلها خالص يعني نرجع شويتين صغيرين كده هتشوف أن يوسامي أبو علي زي ما أنا بقولك هنا يا كريم بص مرانا عطيه ضغط بص كل الملعب بتاع نادي كل العبت ناديه في نص ملعب الراجل بص هو بيقول له مرانا يضغط ومرانا أول مبادئة يضغط أول ما الراجل هيخش جوه الملعب هتلاقي وسامي أبو علي على طول أمرايح ماسك الراجل التاني في نص ملعب هو ما أنا دلاشين فكرة أول ما تقطعت نادي الآلي على طول هيتحرف في المساحة الفاضية وياخد الكرة وهيحول هجمة للنادي الآلي الراجل قاعد مش صرحان فعشان كده بتكلم بقول وسامي أبو علي لما يبقى موجود والأهلي بلعب سانداونز موضوع هيختلف تماما في طريقة وقفة الأهلي الأهلي هيقدر يقف ميديام بلوك زي اللي عملوا في موراتين بيراميز بسبب بس وسامي أبو علي للدور اللي هيعمله وهو وقف مع مكوينة فده النقطة اللي كانت مشكلة للأهلي في موتش بريتوريا اللي خلو السنك واحد سفر أفريكال سوبر ليج تعرف سانداونز بحسة فيه دلوقتي؟ حاجات كتير نتكلم في وقتها بقى سانداونز طيبا بيجي من نجوم العالم ربنا بسطر